بسم الله الرحمن الرحيم طلاب وطالبات الصف الخامس الإعدادية السلام عليكم وأهلا بكم درسكم لهذا اليوم صفحة عشرة مجددا في درس سابق عزيزي الطالب اشرحت لك الاسئلة الذيلية الموضوع القواعدي المهم جدا جدا شرحت لك يا بالتفصيل عزيزي الطالب درسك لهذا اليوم ترجمت ما موجود في صفحة عشرة بالإضافة إلى مراجعة الكوستشن تاك بصورة سريعة من خلال الجمل لو تلاحظ هذه الصفحة تعتبر لسن فايف الدرس الخامس لليونت ون للوحدة الأولى عليها تمارين بالاكتيفيت بوك صفحة ثمانية عزيزي الطالب لو تلاحظ جملتنا هي عبارة عن سؤال ذيلي يقول هافينت متهم هافيو أنت لم تقابله قد لم تقابله أليس كذلك لو تلاحظ عزيزي الطالب هذا كوستشن تاك شنون عرفته أول شي لكوستشن تاك السؤال الذيلي يصير موقع عويا في نهاية الجملة وبعد عندي علامة استفهام وقبله كما قبل عرفته كوستشن تاك حتى نولد سؤال ذيلي حتى نسوي سؤال ذيلي لازم يتكون من فعل مساعد وفاعل ممكن يكون الفعل المساعد منفي وممكن يكون الفعل المساعد مثبت إذا كان عندي هنا نفي يكون مثبت وإذا ما عندنا في يكون الفعل المساعد منفي إذن بالعكس أو بتعبير آخر لازم واحد من الجمل يأما جملة السؤال الذيلي أو الجملة الأولى تحتوي على النفي إذا كان النفي هنا هذا مثبت وإذا كان النفي هنا هذا مثبت فوحدة من الجمل لازم تحتوي على اليمن على النفي هذا عزيزي الطالب بالنسبة للفعل المساعد هذا نفسيته وبعض الأحيان يكون الفعل المساعد ويمن مدموج مع الفعل الرئيسي يكون مدموج مع منو مع الفعل الرئيسي لازم نشتقه وشرحت لك ياه عندك بس ثلاثة اللي هنا don't and doesn't ومنية didn't عزيزي الطالب هذا بالنسبة بس للسؤال راح نجانياك نقرأ ونترجم ما تبقى في هذه الصفحة يقول listen أصغي and mock وعلم ضع علامة the sentences الجمل يا أما true صح يا أما false خطأ or or don't know يعني لا تعرف اكتب dk خالد wants Martin to come to supper خالد طبعا بالنسبة للتسجيل الصوتي فعلا خالد يريد من مارتن أن يأتي لوجبة العشاء السريعة والجواب true Martin speak good Arabic ماجد يتحدث اللغة العربية بشكل جيد فهنان don't know ما نعرف لأن هما ما حتشوا بالعربي بس الإنجليزي Martin is staying with خالد مارتن يمكث مع خالد يعني يبقى مع خالد والجواب فوز لأن مارتن يعيش في فندق أو يبقى في فندق خالد's mother never cooks أم خالد أبد ما تطبخ تتوقع واحدة عراقية ما تطبخ إذن جواب 100% false وبيومها طبخه سوب أوكي وكيك اللي طبخته هذا بعد 5 مارتن has never met hassan مارتن قد لم يقابل حسان والجواب عزيز الطالب true فعلا بعد 6 خالد has been to England خالد قد ذهب إلى إنجلترا والجواب عزيز الطالب don't know لا أعرف لأنهم ما قال أبو راح نجي هذا بالنسبة زينا قل لك ستاد هذي جينا بالامتحان يعني صح وخطأ لا هذا ما يجي بس أنا لأن أكد تزديد صوتي خاف يسمعكم بالمدرسة فأنا حليته وشرحت لك يا عزيزي الطالب نجي المن نجي الهاذي هذا هنا شي يقول يقول انظر إلى الجمل من المحادثة القواعد ولو تلاحظ but it's Ramadan لكن إنه رمضان isn't it شوف جملة رمضان مثبت وان صار لنا فيه هنا الفعل المساعد is هنا مختصر نزلها كامل هنا صارت isn't زين هاي اللي التمنيين جابها من رمضان حول هذا الاسم إلى ضمير isn't it أليس كذلك نجي الهاذ you are fasting انت شنو صائم الجملة الأولى مثبتة لازم وين يصير عدي نفي الار هذا مختصر كتبه آر وخلى النطوية صار aren't وجاب الفاعل خلى بالأخير you are fasting انت صايم ألست كذلك نجي الهاذ it's cold افطار إنه يدعى الافطار isn't it جملة هنا مثبت الجملة مثبت لازم يناشي يكون عندي منفي لاحظ جاب الاس ظاهر صار isn't نفا وجاب الضمير خلى بالأخير مع علامة استفهام you aren't busy انت لست مشغول انت بيني هنا الجملة منفية هذا مثبت من هو الفعل المساعد are جابه وحده والفاعل انت مشغول أليس كذلك نجي الهاذ you haven't met him شوف هذا اللي شرحت لك يا فوق جملة شو نقول عنوان الدرس you haven't met him have you شوفي هنا جملة من فيه السؤال الضيلي متبت النوبة جينا بما أنه متبت قريد فعل مساعد أخذنا الهاذ وجينا للفاعل خلنا you نجي بعد اتباوع وتركز question talks الاسئلة الضيلية we use question talks نحن نستخدم الاسئلة الضيلية to check لكي نتحقق من information المعلومات if we إذا نحن expect نتوقع the answer the answer yes we use affirmative we use affirmative عزيز الطالب هذا ما لدينا علاقة به إذا شفنا جملة السؤال مثبت the target question شي يكون negative إذا كانت جملة السؤال بقوا عليه جملة السؤال من فيه the target question شي يكون affirmative باختصار شديد يعني إذا هنا مثبت هنا نفي إذا هنا نفي هنا مثبت عزيز الطالب بالعكس وبعد أضيف لك فكرة بسط لك واحدة من الجمل لازم تكون منفية يا أما هاي يا أما هاي يا أما هاي يا أما هاي عزيزي الطالب بعد يقول ناو الآن do exercises حللنا التمارين من B إلى D in the activity book في كتاب النشاط عزيزي الطالب هذا بالنسبة إلى شرح وتفصيل صفحة 10 قد انتهى درسي انتظرون في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته